حدثنا عبد الرحمن وبهزون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني قال بهزون قال أنبأنا أبو عمران الجوني عن علق متابن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر استعمل النعمان بن مقر فذكر الحديث قال يعني النعمان ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر حثن أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن مقر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رجل رجلا عنده قال فجعل الرجل المسبوب يقول عليك السلام قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ملكا بينكما يذب عنك كل ما يشتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به وإذا قال له عليك السلام قال لا بل لك أنت أحق به حان عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعدي عن النعمان بن مقر قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع مئة من مزينة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر زودهم فقال ما عندي إلا فاضلة من تمر وما أراها تغني عنهم شيئا فقال انطلق فزودهم فانطلق بناء العلية له فإذا فيها تمر مثل البكر الأوراق فقال خذوا فأخذ القوم حاجتهم قال وكنت أنا في آخر القوم قال فاتفت وما أفقد موضع التمرت وقد أحتمل منه أربع مئة رجل ترجمة نانسي قنقر